تمتلك مملكة البحرين بنية تحتية وطاقات بشرية تتيح لها التطورة في مجال التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي نعم ووظفت مملكة البحرين هذه التقنيات الحديثة بفضل توجيهات جلالة الملك المعظم في مختلف المجالات حتى أصبحت خارطة طريق ونواة للعمل في عدة مبادرات حققت مملكة البحرين إنجازات عدة حتى رسخت مكانتها كلاعب إقليمي على خارطة الدول المتقدمة في عصر الذكاء الاصطناعي وذلك من خلال الاستعداد الكامل للتعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي إذ حققت إنجازات مشرفة في الفضاء الرقمي لتثمر في تبني التقنيات الحديثة ومن أهمها الذكاء الاصطناعي وأصبحت النواة للعمل وخارطة طريق مضيئة يسير عليها القطاعان العام والخاص عصر التكنولوجيا والأنظمة الذكية دخلت مملكة البحرين بمرحلة متطورة حتى تمكنت بفضل سواعد أبناء البحرين وخبراتهم الواعدة من العمل به وإدارته هذه السرعة من قبل مملكة البحرين وعدم إغفالها عن هذا التغدم لم يأتي من فراق إلا بفضل توجيهات جلالة الملك المعظم لتكون خارطة طريق للعمل لتسكن بعدها في التعليم والصحة والمحاكم والأنشطة والمسابقات وغيرها إلى ذلك أطلقت مملكة البحرين مبادرات عديدة في الذكاء الاصطناعي أهمها مبادرة مركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي إلى جانب المسابقة السنوية التي تستهدف طلاب الجامعات وطلاب المدارس الثنوية لتكون مجمل هذه المبادرات نتاج جهود ومساهمات في تعزيز مجال الأبحاث في الذكاء الاصطناعي وفي السياق نفسه تدرك مملكة البحرين أهمية الذكاء الاصطناعي حتى تم تطبيقه في مختلف المجالات وأصبح اليوم مصدرا رئيسيا لتحقيق التنمية المستدامة حيث يعد الذكاء الاصطناعي طريقة لتحسين وتطوير القدرات البشرية والسلوك لتشمل استخدام العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات اشتركوا في القناة